تبذل مصر جهودا متعددة المستويات والأبعاد لنصرة القضية الفلسطينية وإيقاف العدوان الإسرائيلية على غزة تتحرك مصر على جميع المستويات السياسية والإعلامية والإنسانية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني جهود متعددة المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية الفلسطينية وخاصة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلية على غزة بدءا باللقاءات والاتصالات الصنائية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب على قطاع غزة وبالتوازي عقدت مصر اجتماعات بالقاهرة وحرصت القيادة السياسية على التواجد في المحافل الدولية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر مصر تركت كل الأبواب لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وبرز الدور المصري في مواجهة محاولات تصفية القضية من خلال رسائل القيادة السياسية سواء إقليميا أو دوليا والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي أمن قومي لمصر وأن الشعب الفلسطيني صاحب الأرض لن تنجح أي محاولات لزعزعته منها وهكذا لم تقف القاهرة مكتوفة الأيدي بل قامت بدورها التاريخي لحماية المدنيين في فلسطين وتواصلت مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة وغيرها حيث كانت ولا زالة مصر هي صوت الشعب الفلسطيني الصادع بالحق وعليه لا تألو القاهرة جهدا في تسخير أدواتها الإعلامية لكشف الحقائق خلال هذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في مواجهة الأبواق الإعلامية الإسرائيلية فكان كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتنكيل بالمدنيين محركا رئيسيا للعالم أجمع فخرجت المظاهرات في الدول الغربية للتنديد بما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات في غزة وتحولت المواقف الغربية ضد الحكومة الإسرائيلية وانقلبت من التأييد إلى الإدانة وإنسانيا مصر منذ اللحظات الأولى سعت إلى تخفيف معاناة المدنيين وإيصال المساعدات إلى أهل القطاع وتكفلت مصر بعلاج الجرح والمصابين في المستشفيات المصرية تلك هي المساندة والجهود المعهودة لمصر تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة على مدار عقود ماضية وكانت مصر ولا زالت صمام الأمان لفلسطين والمنطقة أجمع